موسيقى وصلت الآلة العسكرية السورية لليوم الخامس على التوالي قصف أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فأسقطت المزيد من القتلى وتركت الجرحة من دون فرصة لتلقي العلاج مديرية صحة حلب قالت إن كل المستشفيات في شرق حلب توقفت عن العمل نتيجة التدمير الممنهج للبنى التحتية الذي يعتمده النظام السوري لحصار سكان المدينة هنا يتوقف الزمن وتعود عقارب ساعة إلى الوراء لا حديث عن حقوق إنسان أو قواعد قانون دولي فمرحبا بك في حلب مع السمرار سمت الدولي يتحول استخراج الأطفال من تحت أنقاض القصف إلى مشهد يومي معتاب في أحياء حلب الشرقية التي يخنقها الحصار تدور آلة الموت بلا هوادة عبر قصف جوي ومدفعي مكثف يقول ناشطون إن كثافة القصف لم تشهد أحياء حلب الشرقية منذ عام 2014 عشرة الغارة من قبل قوات النظام سهدفت أحياء باب الحديد وسيف الدولة والحيضرية وبوستان الباشا والشعار ومساكن هنانو والفردوس والأنصار والميسر والساخور والصالحين والسكر القصف يسفر عن سقوط عشرات القتل والجرحى من المدنيين أعلى الأرض تشد للشباكات في القسم الشمالي من أحياء حلب الشرقية بين قوات النظام وفصائل المعارضة كثافة القصف تجبر السكان المحاصرين على ملازمة منازلهم وتحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى الضحايا أما آخر فرصة لإنقاذ الجرحى فتزول بعد تدمير مستشفى عمر بن عبد العزيز آخر المستشفيات العاملة شرقي حلب قررنا إلى تحويل المرضى إلى ما شافي لا نعلم هل هي تعمل أم لا الأضرار مادية كبيرة جدا في المشفى الحالة هلع ورعب بين المرضى وبين الكادر الطبي مركز الدفاع المدني هو الآخر لم يسلم من القصف لتزول كل فرص النجاة يرى خبراء أن القوات الحكومية لن تخاطر بدخول الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل بحسب كثيرين فإن قوات النظام تقوم حاليا بتكثيف القصف في محاولة لتضييق الخناق على المعارضة تطورة تأتي في ظل تحرقة عسكرية روسية تشير إلى أن خرقا للمعتاد في حلب قد يحدث قريبا لكن القادم ربما يكون أكثر دموي ولان من جديد إلى شانطال وطائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما هي الأكثر تعبيرا عن المواقف على مدار الساعة ومواكبة لكل الأحداث والتطورات في حلب بطبيعة الهال اختلفت المواقف روبير لكن تبقى حلب هي المحاصرة الآن هي التي باتت بلا مستشفيات تركز التغريدات على هذا الموضوع سأبدأ مع علي الذي قال هنا صمت الدول التي نصبت نفسها محاميا عن السوريين لا يعني إلا موافقتها واتفاقها مع ما يحدث هناك لوم كبير روبير يوجه البعض للدول التي تصمت اليوم تجاه الوضع في حلب محمد في تغريدته يقول بوتين متسلحا بوصول العنصري ترامب لرئاسة أمريكا يستخدم أعتى ما لديه من أسلحة ضد مستشفيات حلب يعني لا أعرف إلى أي مدى يؤثر وصول ترامب أيضا إلى السلطة إلى البيت الأبيض على ما يجري هنا يقول في هذه التغريدة سأحاول عزيز هو ما يقول في هذه التغريدة السفحان بشار وبوتين ومن بعدهم المعارضة من بعدهم المعارضة السورية المتناحرة هم المسؤولون عن ما يحدث للشعب السوري أيضا هذا الاتهام عن لسان عزيز عبر تويتر ومريم تقول مستشفيات حلب جميعها خارج الخدمة والغرب يبكي على أثار قرية النمرود إنها الإنسانية الشكلية بالفعل روبير لا نفهم كيف هذا الصمت يعني يدور حول ما يجري في حلب وصلت الأمور إلى وضع لا يمكن وصفه لا مستشفيات لا كهرباء اليوم تم حتى قصف محطة الكهرباء الرئيسة في حلب القديمة يعني كل هذه التطورات ونرى بالفعل الدول الكبرى التي تشارك في هذه الحرب صامتة على ما يجري للأسف معنا من حلب الطبيب الميداني دكتور حمزة الخطيب أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية ربما أنت ترى بأم العين واقع الحال اليوم بعد خروج كل مستشفيات حلب الشرقية عن الخدمة كيف تتم إغاثة الجرحة وربما الأطفال وحتى تقديم أبسط الخدمات للمدانيين أهلا بصراحة لست فقط أرى بأم العين وإنما أحد المستهدفين كنا نعمل في مشفى ضمن مدينة حلب الآن ضمن مدينة حلب تم بصعوبة إعادة تأهيل مشفيين من أجل استقبال من أجل استقبال الجرحة والحالات اليوم هو اليوم 92 على حصار مدينة حلب اعتبر من أعنف في الأيام التي تم قصف بها المدينة بجميع أحيائها في الفترة الماضية كان هناك تركيز على الأحياء والمشافي في القصف أما اليوم فتم قصف جميع أنحاء المدينة الموضوع هو أمر ممنهج وواضح برغبة إيظام بشار هذا تحدث ربما عن إعادة إعادة ربما العمل في عدد قليل من هذه المستشفيات ولكن ألا يخشى المدنيون أيضا الذهاب إليها بسبب استهدافها بشكل مباشر طبعا أكيد في هذا اليوم مثلا لن نشاهد أي مريض من الأمراض العاديين أو الأمراض المزمنة وإنما كل المرضى بالمطلق كان عبارة عن 350 مصاب تقريبا كلهم جرحى وهؤلاء ليس لديهم خيار سوى الذهاب إلى المشفى ويكونون متلهفين جدا لسرعة الخروج من المشفى لأنهم يعرفون أنه مكان متهدف بشدة دكتور حمزة أود أن أسألك عن موضوع الغازات السامة هل رصدتم أي حالات؟ يعني هناك حديث كثيرة صحفية تمحورت حول استخدام هذه الغازات ما الذي حصل بالفعل؟ وما هي الحالات التي وجهتموها؟ موضوع الغازات السامة هو أمر ريسة بجديد على النظام في مشفى القدس من حوالي أربعة أشهر تم استقبال حوالي 70 حالة من السهدات حي الزبدية ببراميل غاز الكلور بعد شهر ونصف تقريبا تم استقبال أيضا غاز الكلور في حيء السكري وتم استقبال أكثر من 114 حالة يوم أمس تحديدا تم استقبال حوالي 50 حالة نتيجة تسهدف أحياء هنانو وما حولها بغازات الكلور الطبيب الميداني دكتور حمزة الخطيب كنت معنا من حلب من داخل أحد المستشفيات الميدانية شكرا جزيلا لك وينضب إلينا من بيروت السحفي جاد يتيم لمتابعة هذه التطورات جاد كيف تصف تدمير البناء التحتية بهذا الشكل الموانهج وقد وصلت قوات النظام إلى ربما الانقضاد والقضاء على آخر المرافق مرافق الحياة وأيضا مرافق الطبية نعم في الحقيقة أن ما يجري في حلب لنكون واضحين وبصورة مباشرة وبدون مواربة هو القضاء على كل أشكال الحياة في حلب القضاء على المدنيين بشكل واضح بشكل ممنهج لا يتم استهداف مراكز عسكرية الغرات متواصلة منذ خمسة أيام على مدار الأربع وعشرين ساعة تبدأ الغرات صباحا منذ الخامسة فجرا وحتى الأحدى عشر ليلا قصف غرات تصل إلى نحو ستين غارة يوميا وطائرات مروحية وحين تهدأ الطيران أحدى عشر ليلا يبدأ قصف الراجمات وقصف الصواريخ والقراد من الأحدى عشر ليلا إلى الخامسة صباحا ثم تتوالى الغرات هذه المدينة تشهد قصف نحو ألف قراد يوميا تشهد نحو أربعين برميل متفجر يوميا تشهد نحو أربعين صاروخ فراغي نحو أربعين صاروخ مظلي مظلي هنا تحدث عن صواريخ مظلية أي أنها صواريخ موجهة بشكل مباشر وهذه يتم قصفها على المشافي الميدانية هذا التدمير المتعمد والممنهج للبنى التحتية الأساسية للحياة يترك ربما مئات ألف المحضرين هو قتل للبشر ويواجهون الموت محتم اليوم هناك إبادة صريحة للسكان في حلب ومعاقبة الناس في حلب الرافدين لبشار الأسد في السلطة هذا قرار واضح حتى الاقتحامات تم اقتحام اقتحامين صوب صلاح الدين والشيخ صعيد ولكن هذا القصف لا يكون هكذا القصف التمهيدي إذا كان هذا القصف فدفه فقط الهجوم على حلب يتركز عادة على نقاط الهجوم نحن ما يجري يعني جرى قصف مساكن هنانو بلكلور جرى قصف الأسواق ما تبقى من خدار في الأسواق الشعبية وكُلت تجمعات الناس في الفردوس وصفت ما يجري في حلب اليوم بالقضاء على كل أشكال الحياة هنا أود أن أعرف منك من يريد القضاء على أشكال الحياة في حلب اليوم كان في تصاريح روسية تقول أن الطائرات الروسية لم تغير في حلب اليوم بل كل ضرباتها هي في إدلب يعني روسيا بوتن منذ اليوم الأول في التدخل في 30 سبتمبر 2015 قال أن روسيا تضرب داعش وتضرب المجموعات الإرهابية بينما نحن نعرف أن 90% من الغارات الروسية تستهدف الجيش الحر وتستهدف كل فصال المعارضة التي هي أساسا حاربت أو تحارب داعش أو الإرهاب كما يصنفه روسيا ويصنفه الغرب الراجمات الروسية والبوارج الروسية تقوم بقصف الريف الغربي لحلب نحن نتحدث عن نحو 50 إلى 60 شهيد يوميا في نحو 20 منهم أو 30 منهم في الريف الأرياف في أرياف مدينة حلب هذه تقصفها البوارج الأزز الروسية في اليومين الأولين لم يكن هناك من مشاركة من الطيران الروسي ولكن منذ اليوم الثالث أي نحو منذ ثلاثة أيام يشارك الطيران الروسي في قصف حلب فهذا الكلام هو كلام عار عن الصحة تماما يعني وأساسا بالمسؤولية السياسية هذا النظام هو حريفهم وهو يقوم بالقصف وكل تذخير وكل تجديد الطيران له هذا النفي من قبل دمشح من قبل موسطو هو يأتي من روسيا نعم لكل هذه الاتهامات وأيضا وسائل الإعلام التي تصور بأن الحياة تعود إلى شبه طبيعية اليوم في حلب ولكن المنظمات الدولية تحديدا أطباء بلا حدود المنظمات الإغاثية لم تصدر أي بيان في الساعات القليلة الماضية ربما حتى أن المساعدات الطبية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لم تعبر بعد إلى هذه المناطق المحاصرة نعم نعم هي لم تعبر ولن تعبر لأنه حتى وقت كان في هدني لم تستطع الأمم المتحدة تأمين عبور هذه المواد إلى حلب لأن سواء الأمم المتحدة أو سواء منظمة مرسلون أو سواء منظمة أطباء بلا حدود هي ليست منظمات عسكرية تدخل يعني نحن لا نتحدث عن قرار دولي بتدخل إنساني صريح وحماية قوافل المساعدات نحن نتحدث عن يريدون إذن من النظام وإذن من جميع الفصائل المسلحة الموجودة على الأرض وإذن من روسيا وروسيا تعلن فتح المعابر ثم نكتشف أنها لا تمون على حليفها الجيش بشار الأسد ليسمح بعبور هذه القوافل ثم تقصف هذه القوافل سيد جد هنا نتساءل بعض على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر الليلة معنا عن هذا الصمت الدولي برأيك لماذا يغيب هذا القرار الدولي ليأتي حاسما وينهي على الأقل الوضع الإنساني نعم بالصراحة أنا أعتقده أن المشكلة ليست أنه ليس في حلب مشافي ميدانية المشكلة أنه ليس هناك من ضمير إنساني في العالم هناك صمت هناك كل هم العالم الآن مركز على داعش والقضاء على داعش أما كل جرائم الأسد التي تساوي وتفوق ما يفعله داعش بالمدنيين السوريين وبالثورة السورية يجري التغاضي عنها وإرسال البيانات يعني ما نشهده اليوم فعلا غريب تجري إبادة البشر بشكل ممنهج هم ليسوا يلجأون إلى بيوتهم هم ينتظرون الموت في بيوتهم من لم يمت بالبرد ومن لم يمت جوعا سيموت قصفا وهذا كله يجري على شاشات التلفظة كأننا نشاهد فيلما وهناك صمت عالمي مصالح العالم هذا الوقع الصعب جدا والمعقدة ووقف هجمات داعش وليس حماية المدنيين استهداف الأحياء السكنية المقتضة اليوم وأمس وطوال أسنوات القادرة الماضية حلب المنقسمة كيف تعيد روسيا رسم تحالفاتها أيضا وسيطرتها على الأرض من خلال هذه المعركة التي تحولت إلى الأشرس في سوريا أنا أعتقد أن حلب كانت منذ الأساس منذ حررتها الجيش السوري الحر في آب 2012 هي كانت نقطة أساس لأن النظام من جهة وحلفائه يعتبرها العاصمة الاقتصادية وهي تقع ضمن ما يسمونه سوريا المفيدة بالمشروع الروسي والمشروع الإيراني وفي الوقت نفسه هي المدينة الوحيدة التي تتمسك بها المعارضة لأنها حاضرة الشمال وعاصمة الشمال السوري وإذا فقدت المعارضة حلب فأنها ستفقد ركيزة أساسية من ركائز معاني الثورة والركائز الاقتصادية وحلب كمدينة كبرى في سوريا بعد دمشق هذا أولاً ولكن من ناحية أخرى أعتقد أن حلب متروكة يعني لو لم يشعر الروس ولم يشعر الإيرانيون أن تركيا لم تعد تهتم بحلب كدرجة أولى لما كانوا شنوا هذه الهجمة الكبيرة على حلب لا يجري مساعدة حلب لا بالمساعدات الغذائية ولا الإنسانية وحتى الأسلحة حين تدخل إلى الثوار في حلب تدخل فقط للحد الأدنى وليس هناك جدية في الدفاع على المدنيين ليس هناك من أي صواريخ ترد حتى الطائرات ليس هناك من مواقف جدية على الأرض يعني هناك قوات تركية موجودة هناك قوات فصائل حر تقاتل في درع الفرات هذه ليست وجهتها حلب هذه وجهتها تعميق المنطقة الآمنة التي تريد تركيا صناعتها لتبعد الخطر الكردي وليس للأسف الخطر الأسدي عن حلب الداعمون للثورة السورية من الدول العربية ومن تركيا يجري التوجه لهم من يدعم بشار الأسد يدعمه فعلا بكل قوة ولكن من يؤيد الثورة السورية ومن يؤيد المواطنين السوريين وحقهم في الحياة لا يقوم بأي خطوات عملية على الأرض في هذا الاتجاه فعلا هذه الثورة يتيمة هؤلاء ناس يتركونها ينهبهم الموت بشكل يومي يعني ما بعرف الموقف الإنساني كثير صعب تكاد السياسة بتضيع الجوهر الإنساني ولكن هؤلاء الناس متركون وليس هناك حتى من خط أحمر في حلب تبدو السياسة ربما أيضا هزيلة وتفدم هذا الواقع الإنساني الصعب والموقع يعني ما يعزيك ما يعزيك حين تتكلم مع صديق من حلب تحت القصف هذا الإيمان القوي بالانتصار حين يقول لك أرى سقوط بشار الأسد مثلما أرى انبلاج الشمس كل صباح هناك إرادة غريبة في الحياة تواجه كل هذا الموت ربما هذا سلاح المقاومة الوحيد الباقي للحلبيين والسوريين الموجودين في مناطق الثورة في سوريا جاد يتيم الصحفية اللبنانيكو تمعنا مباشرة من بيروت شكرا جزيلا لك ولكن شانتال ما أشار إليه جات تحديدا وهو الأخطر غياب المواقف الدولية المدنيون متركون لمصيرهم الموت محتم في الشهر الماضي كنا تبعنا ربما بدعوة الاجتماع طارق لمجلس الآمن ربما أيضا إدانات حتى واشنطن التي طالبت ربما بتحقيق هي غائبة ومغيبة عن مشهر المجتمع الدولي هو ما يريد أن يحصل كل ذلك في حلب بالفعل كما قال جاد للأسف شكرا شانتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر